بمناسبة اليوم العالمي للحياة المكرسة أشهد غبطة البطريارك بير باتيستا باتسابالة بطريارك القدس للاتين بالرجال والنساء الذين اختاروا تكريس حياتهم للرب الإله جاء ذلك خلال قداس إلهي أقيم في البطرياركية اللاتينية في القدس بحضور رهبان من الفرانسيسكان والساليزيان والبندكتان وخلال القداس خاطب غبطته الحضورة مذكرا إياهم بأن الحياة المكرسة تعني عدم الانتماء إلى الذات وأن الفرد بانتمائه الرهباني يكون فاعلا في الجماعة هذا وتعود فكرة تأسيس هذا اليوم لعهد الباب القديس يحن بولوس الثاني حين احتفل بسنودس الأساقفة حول الحياة المكرسة داعيا غبطته جميع المؤمنين لأن يشكروا الرب على عطية الحياة المكرسة العظيمة